السلام عليكم درس الثالث من آسيات السي اس اس أي كود من السي اس اس بقسم إلى ثلاث اجزاء عندي مناسب سلكتور عندي مناسبة بالفاليو و من مناسبة البروبرت ايه سلكتور و ايه ابنت ايه البروبرتي سلكتور هو التاج في حاجة اسمها تاج بكتبه. زي البي او 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 الكندا كل دي سميها سيلكتور. ده اللي انا بقول عليه الكلار البوردر الاي حاجة او اي امر ببدأ اكتبه هنا ببدأ الكيمة بتاعته. كان كيما بتاعته. اللون ايه? اللين كان بككتبه او ايه؟ اللين كان العديد بكتبه او الكلام ده. ده نشوف عمل зарزها العملي. في حاجة اسمها تاج البي يعني ده يعني طيب اشوف ازاي هنا طيب خلينا نحط اي حاجة اي كلام في الصفحة ده في الصفحة دي وليكن مثلا هاخد ده كله اروح احط في دريم ويفر لما واجه اتنقل بلاقي الصفحة معايا بالشكل ده انا هتنقل دلوقتي بين الدزاين والكود عشان يبقى واضح الكلام شوف دلوقتي انا حطيت شوية الكلام ده كلام انجليزي وكلام عربي تعال نشوف الكود عامل ازاي اول محطيته خلع على طول تاج البي يبقى لاحظ هنا بي وبعدين الكلام العربي وبعدين افلي هنا ببي ده اسمه تاج بنسميه في اللغة الHTML انا جوه هنا جوه الHTML تاج البي التاج البي ده عايز تعمل في ايه اه هنا بقى دور السي اس اس فاكن لما قلتلك بنحط الحاجة او الكلام جوه الHTML وبنستدعيه وبتحكم في الخواص بتاعته من السي اس اس وده بيخدم هنا بالزبط كده يبقى انا حطيت الكلام بتاعي وهبدأ اتحكم فيه من السي اس اس وبعدين اربط الاتنين مع بعض طيب هنعمل ايه دلوقتي انا حطيت الكلام وبعدين رحت على السي اس اس وهقول له التاج اللي اسمه البي بين اتنين كسين كده شايف الاقواس هنا في النص هنا بكتر اي حاجة اللي انا عايزها كلها هيبقى البي ده السيلكتور كتبته عندي عندي هنقول مسلا الكلر نقطتين فوق بعد كده بختار الكلر بيزهر عطول من حتة دي بختار وبقول مسلا اي حاجة انا عايزها بقول البلاك مسلا هو هنا حطيلي الكود بتاع اللون الاسود باجي بقفل الكود ده عشان اعرف في السي اس اس ان خلاص الكود ده انتهى هنا يبقى الزرور اللي بعمل بي النقطين فوق بعد هو اللي بعمل بي ده بس ده نقطين بشفت ودي من غير شفت طيب خليني اعمل انتر واقول له الفونت سايز شايف انا اول ما كتبت الفونت ببتدي اختار يبقى انا عندي ممكن ممكن ما يكونش عندي خبرة عالية او بالسي اس اس بس اشتغل سي اس اس جواء الدريم ويفر يبقى الفونت سايز بعمل انتر كده وباختار البيكس اللي انا عايز او الحجم بتاعه اختار ستاشر واقفل الكود بايه بالزرار ده اللي هي سيمي كولا طيب ايه كمان هاختار كمان او محاذاة الاستيك او او تكست يعني جاي بدء من اليمين ولا من الشمال هنقول تكست الان ونقول مثلا الان يبقى من اليمين للشمال السلام عليكم تاني درس في الكورس بتاعنا وانا هتعلم هنا على عندي هنا بالشكل ده يبقى انا بعمل كنترول اس بحفظ بروح هناك بشوف الكلام ده كله عندي في الصفحة دي طيب هو هنا ما ظهرش اي حاجة انا يعني هو هو ما فيش اي حاجة حاصرت خلص ليه اقول لك انا ما ربطتش الفايل بتاع السي اس اس بي الملف ده طيب باربطه منين عندك هنا شايف الحتة دي قتاش ستايلشيت بضغط عليها وبقول له براوز وبختار الملف بتاعي اهو دابل كليك وقول له لينك اوكي هنا بدأ اتغير اهو بدأ ما كان من الشمال اليمين بدأ اللي مش من اليمين للشمال بدأت كنترول اس بس عشان احفظ وبشوف اللينك ده الراح فين اهو شايف المنطقة دي يبقى المنطقة الهيد هي المنطقة دي هيد وبعدين قافلي هنا بهيد أولا بنزل فيها لايه الشمال بتاعي. اهي css في الفولدر بتاع css اسمه style sheet dot css. يبقى انا كده رابطت اتنين مع بعض. معنا كده من دلوقتي هبدأ اي حاجة عاملها هنا هتبدأ تظهر لي هناك. طيب تعالي نغير الفونت ده. size ده لغاية 18. ctrl s بروح هناك على طول automatic خلاص بيستجيب معايا واختار ال 18 وبدأ يستجيب معا. طيب خليني كمان ابدأ اغير في ال H1 و H2. ايه بقى ال H1 و H2? عندي هنا عمل مسافة عشان افصل الاثنين مع بعض جوه الكود. بدل ال B ده هعمل H1 يعني H1 هعرب دلوقتي. وهنا H1. H1 ده يعني عنوان. عنوان القطعة او البراجراف اللي انا بعمله. طيب خليني اقول لك ال H1 هنكتبه هنا. تعالي نشوف لما انا غيرت ال H1 في ال HTML عمال لي ايه? طيب H1 مش واخد اي style هنا خالص. هنقول H1. وهنفتح اتنين كسين. دوس كده. دابل اه دابل انتر. وبعدين بخش هنا. ممكن تعمل انا بشوف دايما الستيلات عاملة ازاي? باخد اه اه اعلامة التاب. بيقص عالمة التاب عشان يبقى يعمل لي مسافة اولية كده. وهي اشيك يعني في الكلام والكلام ده كله. في كتابة. اه هنقول بتاع او عنوان بتاع اي باراجراف عندي. بس بقول مسلا القدر بتاعه اه ممكن البلاك ده ممكن اقول هنا على فكرة بكتب بلاك. بس ما بحبهاش لان في متصفحات ممكن ما تقراش كلمة بلاك دي. وتقرأ كلمة او الكود ده. يعني ممكن فيه متصفحات ذا الاوبرا او كده. ما تقراش بلاك. فما يظهرش فيها. فانا الاضمن ليا. بكتب الكود البلاك. هم اصلا المفروض ستة زيرو. يعني ستة ستة ارقام. مش عبدال ستة ولا ايه. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. ده المفروض كده وقابليهم علامة. العلامة دي. اللي هي شفت ورقم اربعة من الكيبورد. ده كده يبقى الكود بتاع البلاك. ممكن في في السي اس اس الجديد اللي بعمل ثلاثة بس. يبقى هو يجيب لي البلاك برده وفيش مشاكل. طيب انا مش عايز بلاك بقى انا عايز حاجة تانية خالص انا عايز رد. خليني نمشيها رد كده. برضه قولك الفرق بين الاثنين. هنقول الفونت. سيز. هقول مثلا اربعة وعشرين. واقفل. ما تنساش تقفل دايما. خلينا نقول ريت برضو. احنا بنكتب عربي. وهقول هنا تسيف. بتاعي نشوف هنا طبعا ما فيش حاجة. ليه? خد بالك. هنا اتأكد من هنا مكتوب اي لا ما ينفعش. احنا كده. وهنا كنترول بدأ يكبر لي بالشكل ده. طيب. هو ما عملش رد ليه? لان انا هنا نسيت وحطيت العلامة دي. لأ. في حقيقة لما هتكتب اللون بس تكتبه كده بس من غير اي علامات تحتي. رد على طول. بروح هناك بلاقي نزل على الكلام بتاعي. وزبط لي العملية. طيب. ده بالنسبة لي البي والاتش وان. يبقى خلاص عرفنا ان البي ده سليكتور ودي الفاليو ودي البرو البرو بيرتي. وهنا طبعا السليكتور. هنا الكالر ده الفاليو. هنا البرو بيرتي اللي هي الريد او اللون او الخاصية بتاعته. اللي بتنزل على الامر ده. سلام عليكم.